أولى سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أولى سنوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بناتنا العزيزية طلاب الصف الأول السنوي أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة مدرستنا ثلاثة ومادة الأحياء تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أخدنا قبل كده تورس زوج واحد من الصفات الوراثية صفة سائدة وصفة متنحية أخدنا قبل كده الفرض إزاي يتورس الصفة لو عنده اتنين جين في صورة نقية أو سائدة أو متنحية أو في صورة هاجين جين سائد وجين متنحية النهاردة عندنا بقى موضوع جديد هنكبر موضوع شوية ونشوف إزاي بيحدث طوارس زوجين من الصفات الوراثية زي ما أشار العالم مندل ونربط الكلام ده بنظرية الكرمسومات للعالمين ساتون وابوفري يلا بينا ونركز كده مع بعض هناخد تفسير قوانين مندل اللي هي قوانين السيادة التامة اللي شوفنا فيها جين بيسود سيادة كاملة على الجين المتنحي وبيظهر كل الأثر على الجين المتنحي مع نظرية الكرمسومات هناخد الوقت قانون مندل الثاني قانون التوزيع الحر للجينات الوراثية أو للعام الوراثية ونشوف إزاي بيحدث التزاوج في وراسة زوجين أو أكتر من الصفات الوراثية فهنا القانون مندل الثاني كان بيشير إلى أنه إذا تزاوج فرضان مختلفان فأدي المراضي بقى في زوجين أو أكتر من الصفات الوراثية تورس صفة كل زوج منهما مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة ثلاثة سايد لواحد متنحي طيب لو الزوجين دولة ورسوا وهنشوف كده تورسهم مش هنتكلم عن زوج واحد ولكن هنتكلم عن الزوجين مع بعض هنجد أن تورس الزوجين دولة بنسبة تسعة إلى تلاتة إلى تلاتة إلى واحد تعالوا نطبق كده مع بعض ونركز كده معايا في تفسير قانون مندل ونطبق على وراسة صفة لون وشكل البزور في نبات البازلاء لو جينا شوفنا عندنا في نبات البازلاء أو نبات البسلة بنأكد مع بعض جين البزور الصفراء وي كابتل بزور الصفراء بتبقى سائدة على البزور الخضراء بينما جين البزور الخضراء هنا المتنحي ده هي بقى إيه وي سمول طيب عندنا كمان البزور الملساء البزور الملساء تحس أن هي فيها استضارة زي البلية بالضبط ما فيهش أي تجايد ما فيهش أي كرمشة على سطحها البزور الملساء ده تشان سطحها أملس قلنا هنا بنوضب إيه كابتل طيب جين البزور المجاعدة المكرمشة تحس أن هي عليها تجايد على سطحها كده دي بنعبر عنها بالجين السمول تعالوا نعمل تزاوج ما بين فردين نقيين في الزوجين من الصفات الوراثية هنحلل كده الوقت وراسة صفة لون وشكل البزور في نبات البازلاء النبات الأب الفرد الأب وهينا يبقى عنده زي ما احنا شايفين بزور خضراء بزور صفراء ملساء بالشكل ده كده بل هنا أصفر وأملس الأصفر وأملس رمزه وي كابتل وي كابتل إس كابتل إس كابتل بينما النبات الآخر بقى تبقى بزوره ملقى خضراء مجاعدة بالشكل ده كده الخضراء بتبقى وي سمول وي سمول والمجاعدة إس سمول إس سمول دولة أطلقنا عليهم الفردين الأبويين طيب هنكون الأمشاك هنا ازاي؟ بين قسام مايوزي زي ما اتفعنا طيب هنا حفص الجينات دي ازاي؟ هنبص اللي كل مشيك هياخد جين من الزوج الأول مع جين من الزوج الثاني بمعنى لو أنا هنشوف كده البويضات بتاعة الأنسة هتبقى هنا وي سمول إس سمول في بويضة وي سمول إس سمول في بويضة أخرى اوعى تقول وي سمول وي سمول مع بعض وإس سمول إس سمول مع بعض ده كده خطأ فادحان يبقى كده مرة تانية دايماً الكرمسومات تبقى في صورة أزواج الأزواج ديت اللي بيحصل بصر تاي بالانقسام مايوزي بينفصت كل زوج عن الآخر فكل جين بيروح في مشيك مستقل عن الآخر عشان كده بنقول هنا في جينات مستقلة جينات كل جين على الكرمسوم غير الآخر فهنا الوي سمول إس سمول راحوا مع بعض في مشيك والوي سمول إس سمول الأخرتين راحوا مع بعض في مشيك آخر بنفس الطريقة الزكرة هيكون هنا حبوب اللقاح بتاعته دصت لهي هيبقى حبة اللقاح فيها وي كابتل إس كابتل وحبة اللقاح الأخرى فيها وي كابتل إس كابتل لما بيحدث بقى عملية التلقيح تنتقل حبة اللقاح إلى على طول المعيسة بتاع الزهرة عشان تحدث عملية الإخصاب يبقى كون إن حبة اللقاح انتقلت من النبات المذكر إلى المعيسة بتاع مبيض الزهرة اللي هي على النبات المؤنس انتقل حبة اللقاح من النبات المذكر للنبات المؤنس دي بنسميها عملية التلقيح اندماج الانوية بتاعت حبوب اللقاح مع انوية البويضات يبقى كده دي بنسميها عملية الاغصاب بعد عملية الاغصاب ايه اللي هيحصل بقى يتكون زيجوت زيجوت ده يدي فرض جديد يبقى عنده ايه هنا اجمع بقى الوي كابتل وي سمول مع بعض اس كابتل اس سمول مع بعض يبقى جمعت الويات مع بعض والاسات مع بعض بالشكل ده كده يبقى كده الفرض ده هنا اصبح البزور بتاعته اللي هي ايه مرة تاني صفراء ملساء وهاجين في الحالتين بالشكل ده كده بنفس الطريقة هجمع الوي كابتل وي سمول اس كابتل اس سمول بهذا الشكل يديني نبات الاخر برضه هنا هيبقى ايه مرة تاني وي كابتل وي سمول اس كابتل اس سمول برضه كل الجيل الاول زي ما شوفنا كده افراد وهنا بتبقى كلها ايه مرة تاني بزورها صفراء ملساء طب الجيل التاني بقى تعالوا نشوفه كده مع بعض ونركز كده معاه في الجزء اللي جاي الجيل التاني هنا عشان نكونه هتلاحظ معايا المشكلة اللي هنوع فيها الوقت يعني لما نبص هنا للافراد ده الفرض ده عنده اربع جينات غرباء بصت لايه يا الله طب ده دولا اربع جينات غرباء هنكون امشاك ازاي هاخد الواي كابتل مع الاس كابتل كده في مشيك فهكون الامشاك بالطريقة اللي جاية دي كده هاخد الواي كابتل اس كابتل مع بعض بعد كده واحد مع اربع هياخد الواي كابتل اس سمول في مشيك تاني بالشكل طب وبعدين هياخد الواي سمول اس كابتل في المشيك التالت بهذا الشكل بعد كده هياخد اتنين مع اربع يبقى كده هياخد الواي سمول اس سمول بهذا الشكل يبقى احنا بناخد كده عشان اكون امشاك هعمل ايه مرة تاني واحد مع تلاتة واحد مع اربع اتنين مع تلاتة اتنين مع اربع بنفس الطريقة هنا يلا نشوف نكون البيضات عند الانسة يبقى هنا واحد مع ثلاثة وي كابتل اس كابتل واحد مع اربعة يبقى وي كابتل اس سمول اتنين مع ثلاثة وي سمول اس كابتل اتنين مع اربعة يبقى وي سمول اس سمول بالشكل ده كده معين طيب انا الوقتي في عندي مشكلة الوقتي ايه المشكلة اللي عندي انا عندي اربع مشاج واربع مشاج اربعة فاربعة بكم بستاشر فرد طيب بستاشر فرد دول هنجيبهم ازاي لازم نعمل المخطط دهات يجمع الأفراد دي تعالوا نشوف بقى كده الأفراد دي هنقدر نجيبها مع بعض ازاي حط هنا الأمشاك بتاعتنا الأمشاك المذكرة والأمشاك المؤنسة فهنحط كده ال-Y capital S capital وهنا ال-Y capital S small هنا ال-Y small S capital هنا ال-Y small S small مربع بونت نفس الكلام نجيب الامشاك المؤنسة نرسوم هنا مع بعض يبقى هنا Y capital S capital هنا Y capital S small هنا Y small S capital هنا Y small S small بالشكل ده كده طب أنا الوقت عايز أجيب الفرض ده هعمل ايه هدمج الأمشاك الجينات اللي في المشاك اللي فوقيه مع اللي جنبيه بمعنى ايه هاخد هنا Y capital Y capital S capital S capital طيب النبات ده لونه ايه تبص تلاقي معنى ان عنده Y capital يبقى ده أصفر على طول S capital يبقى عملز بهذا الشكل طب عايزين ناخد ده هاخد ال-Y capital مع ال-Y capital S capital مع ال-S small بهذا الشكل يطلع برضه أصفر عملز بهذا الشكل طب عايزين ناخد اللي بعده ال-Y capital مع ال-Y small S capital مع ال-S capital وهكذا على طول بنفس الطريقة بص كده اللي بعده هاخد ده مع ده ناخد مين ال-Y capital مع ال-Y small S capital S small بهذا الشكل لا ده كده كل الافراد اللي طالع عاديك كلها بزورها ايه مرتين صفراء ملساء بهذا الشكل طب نكمل اللي عليه الدور الفرض اللي عليه الدور هنا ده مع ده يبقى Y capital Y capital S capital S small ده مع ده لاحظ معي هالكله يطلع أصفر أملس لا انت بتبقى ماشي مع مربع بنت عندك كنت بتدي تشوف الافراد النابجة هتبقى ايه تعالي نشوف الحالة اللي جاية دي كده مع بعض هنا Y capital Y capital S small S small اه ده كده Y capital Y capital ده أصفر S small S small ده هيبقى مجعد بالشكل داكت اللي عليه الدور Y capital Y small S capital S small أصفر أملس اللي عليه الدور Y capital Y small S small S small يطلع أصفر مجعد بالشكل داكت طب هنا بقى ناخد Y capital Y small S capital S capital بهذا الشكل يطلع برضه أصفر أملس هنا لو لاحظنا عندي كده معي Y capital Y small S capital S capital S small بعض الشكل برضه أقدر أملس أصفر أملس طب هنا Y small Y small S capital S capital يبقى هنا Y small Y small ده يطلع على طول أخضر S capital S capital يطلع لونه أملس بالشكل داكت داكتا داكتا برضه لون جديد طلع معي هنا من الناس الناتج يلا نشوف بقى هنا Y small مع Y small بعد كده S capital مع S small يطلع لي برضه هنا Y small Y small دا أخضر S capital S small يطلع زي ما احنا شايفين كده أملس المجموعة اللي عليها الدور لو جينا شوفنا عندنا Y capital Y small S capital S small يطلع برضه هنا أصفر أملس هنا مشيك دا مع دا Y capital Y small S small S small بالشكل داكتا طبعا يطلع برضه معي هنا زي ما احنا شايفين داكتا أصفر داكتا هنا ماله بقى ال S small S small دا مجاعد بالشكل اللي احنا شايفينه داكتا مع بعض هنا Y small Y small S capital S small يطلع هنا أخضر في نفس الوقت أملس طيب آخر واحد بقى آخر 16 داكتا لحظوا معي الطرز بتاعه دا هيبقى Y small Y small S small S small بالشكل دا كده دا يطلع بقى هنا ايه لحظوا معي أخضر بس مجاعد يبقى كده لو عديني الناس الناس هتلاحظ حاجة طلع معاك عد معايا كم واحد أصفر أملس أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة أفراط بزرها صفراء ملساء بالشكل دا كده طيب كم واحد أصفر وفي نفس الوقت مجاعد عد معايا أدي واحد اتنين تلاتة يبقى عندي تلاتة أصفر مجاعد بالشكل دا كده طيب كم واحد أخضر أملس أخضر أملس أدي واحد اتنين تلاتة بالشكل دا كده يبقى كده عندي تلاتة اغدر املس طيب كم واحد اغدر مجاعد اغدر مجاعد مفيش غير واحد فقط بالشكل اللي قدامنا دا كده يبقى عندي واحد اغدر مجاعد يبقى النسبة فعلا طلعت تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد طيب واحنا شغالين برضو كده مع بعض عايزك تركز معاه في الجزء اللي جاي ده كويس جدا كم نبات طلع لونه اصفر تسعة وتلاتة تسعة وتلاتة اتناشر نبات لونهم اصفر طيب كم نبات لونهم اغدر تلاتة وواحد اربع نباتات لونهم هنا ايه اغدر يبقى كده معايا اتناشر لاربعة هي هي النسبة تلاتة الواحد يبقى الصفة السادة عندي للصفة المتنحية الاصفة اللي اغدر تم تعرص الصفاتين دولها بنسبة تلاتة الواحد بنفس الطريقة كان بزرة طلعت ملساء تسعة وتلاتة ادي كده تسعة وتلاتة اتناشر بزرة ملساء كان بزرة طلعت مجاعدة طلع عندي اربع بزور مجاعدة بالشكل ده كده يبقى اتناشر الاربعة هي هي برضو نسبة تلاتة الواحد يبقى كده والرصة تصفة كل زوج مستقلة في الجين التاني بالنسبة كام لكام تلاتة الواحد برضو زي ما قال العالم مندر تعالوا نكمل لقاءنا مع بعض ونركز معي شفنا كده ازاي بيتم تغارس زوجين من الجينات وشفنا ازاي الموضوع هنا احتاج مني ان انا ممكن اعمل مربع بونت كبير بالشكل ده كده تعالوا نطبق بقى مع بعض ونركز كده معي في السؤال اللي جاي ده بيقول لي ما التركيب الجيني للامشاك التي ينتج الفرض اللي يحمل صفة تركيبها الجيني L capital L capital G capital G small ايه التركيب الجيني للامشاك اللي هيكوانها فرض زي كده زي ما تعودنا انا ما فيش اي مشكلة بالنسبة لانا هاخد ايه معي زوجين من الجينات هاخد جين من الزوج الاول مع جين من الزوج التاني يبقى كده هاخد اول جيني هيبقى عندي مين هنا L capital G capital ده كده الاتنين دولة مع بعض هيكونولي مشيجي يبقى ده كده مشيجي عندي طب المشيجي التاني هيبقى L capital G small يبقى انا كده التركيب الجيني للامشاك هيبقى عندي احتمالين هنا ايه الاحتمال الاوليني L capital G capital الاحتمال التاني L capital G small تعالي شوف سؤال اخر كده بيقول لي ما مجموع عدد الطرز الجينية للامشاك المختلفة التي تنتج من الطرز الجينية الاتية للابوين A capital G small B capital G small و A small G small B capital G small لاحظ معايا لما امسك الفرض الاول واشوف امشاجه ابص الاقي ايه امشاج الفرض الاوليني الفرض الاوليني امشاجه اللي على الشمال لاحظ ان ده A capital G small B capital G small التركيب ده فتكر معايا دايما بيديني اربع امشاج مختلفة الاربع دول اجبهم ازاي قلنا واحد معا تلاتة A capital B capital A capital B small A small B capital A small B small بالشكل ده كده طب الفرض التاني بقى لاحظ ده هيديني ماشيجين اتنين بس مختلفين اجبهم A small B capital واحد من الزوج الاول واحد من الزوج التاني زي ما اتفعنا وA small B small بالشكل ده كده يبقى لو لاحظت بقى فيه كم ماشيج كلهم مختلفين عن بعض هنا لما تقعد تعد هتلاقي ال A small B small بالشكل متكرارة في الافراد الاولى ال A small B capital screws ما يبقى كلهم اربع امشاج غير بعد يبقى مجموع عدد الترز الجينيه الامشاج المختلفة الي هتنتج من الابويين عندي هنا كيان مرتيني اربع امشاج مختلفة عن بعضها البعض في الترز الجينيه بيقول لي ادرس ناتج التاجين التالي ثم اجب اي الافراد التاليه يتشابه في الطرز الجينية مع الفرد رقم واحد انا لو لاحظت الفرد رقم واحد ده رمزه ايه عندنا الفرد واحد ده هتلاقيه أكتال اصمال بي كتال بيسمال طيب مين اللي بيشبهوا ه هل خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ابتدي بقى اجيب خمسة الاول أكتال اصمال بي كتال بأسمال مش شكل اللي فوق يبقى ده كده ما تنفعش خمسة معي طيب التاني رقم ستة رقم ستة ده لقيه A capital B small B small مش شكل اللي فوق اللي انا عايزه طيب مش شكل رقم واحد ده خالص طيب رقم سبع بقى لاحظ معي سبع ده يبقى A capital small B capital B small A شكل رقم واحد يبقى هي دي الاجابة الصحيحة سبع طمم بس على تمانية تمانية هي بقى رمزه A capital small B small B small يبقى كده الاجابة الصحيحة عندي انا رقم سبع هو ده اللي يشبه مين مرة تاني الفرض رقم واحد في الطرز الجيني بتاعه نركز معي تعالوا نتعود كده مع بعض ونشوف ازاي نقدر ننتج الامشاك بطريقة صحيحة لأفراد متنوعة وركز كده معي في الجزء اللي جاي ده ربنا يكرمكم تعالوا بقى نأكد مع بعض أبناء لابنتنا العزاء على الجزء اللي جاي ده مهم جدا 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 ازاي تقدر تكون أمشاك لأفراد مختلفة عايزك تركز كده معيه كويس لما كنا بنقول ايه كابتل اسمول كنا بنقول فرض ده بينتج معين فقط من الامشاك واحدة ايه كابتل واحدة اسمول بالشكل هكذا طيب لما كنا بنقول فرض طرز الجيني ايه كابتل ايه كابتل كنا بنقول بيهنتج منه مشيج واحد فقط ايه كابتل بهذا الشكل طيب فرض طرزه اسمول اسمول كنا بنقول ده بينتج امشاك كلها اسمول بهذا الشكل طيب هنا كنا بنشتغل على زوج واحد بس من الزوج واحد من الجينات عند الفرد تعالوا بقى نشتغل مع بعض على زوجين من الجينات تخيلوا بقى كده معي لو عندي A capital A capital B capital B capital كده المشيج هنا هيكون ازاي هاخد جين من الزوج الاول مع جين من الزوج التاني لان الفرد لما بيحدث عندهم قسام مايوزيب كون مشيج مشيج ده فيه نص الجينات اللي عند الفرد يبقى كده هاخد A capital مع B capital بالشكل ده كده طيب لو الفرد ده تركيبه A capital A capital B small B small بنفس المبدأ هاخد جين من الزوج الاول مع جين من الزوج التاني يبقى عندي كده A capital B small بهذا الشكل طيب لو طرزه افتكر معي A small A small B capital B capital افتكر معي كويس هاخد جين من الزوج الاول مع جين من الزوج التاني يبقى هنا A small B capital بهذا الشكل طيب لو هنا طرزه بقى A small A small B small B small بنفس المبدأ هاخد جين من الزوج الاول مع جين من الزوج التاني يبقى المشيج هنا A small B small بهذا الشكل طيب لو طرزه بقى وركز معيه في الحاجات اللي جاية بقى لو طرزه الجين A capital A small B capital B capital هيبقى كده الجينات هنا لاحظ معيه هاخد A capital مع B capital ده هيبقى في جميطها يبقى هنا A capital B capital طيب المشيج التاني هيبقى مين هاخد A small B capital بهذا الشكل يبقى كده الفرض ده عشان هنا فيه نوعين غير بعض من الجينات وهنا نوع واحد يبقى اتنين في واحد بمشيجين بهذا الشكل تطبيق تاني ما ننساووش برضو لو قال لي A capital A capital B capital B small ده كده ناخد مع بعض A capital مع B capital ده كده مشيك طيب A capital مع B small ده مشيك تاني بهذا الشكل طيب لاحظ معيه برضو التركيب اللي جايه ده كده لو قال لي A capital A small B capital B small ده هنا اخلي بالك دولة جينين غير بعض دولة جينين غير بعض يبقى اتنين في اتنين يبقى اتوقع ان ده يديلك اربع امشيج مختلفة اجيبهم ازاي انه واحد مع ثلاثة يبقى A capital B capital واحد مع اربعة يبقى A capital B small اتنين مع ثلاثة A small B capital اتنين مع اربعة يبقى A small B small يبقى افتاكر التركيب ده كويس التركيب الوحيد اللي عنينا في المنهج الفرض فيه يديني اربع امشيج مختلفة بالشكل ده كده مع بعض وصلنا ابنائنا بناتنا العزاء لنهاية لقاءنا اليوم طبعا اكدنا مع بعض على كيفية تزاوية طوارس زوجين من الجينات الفرض وشفنا قانون مندل التاني وشفنا ازاي بتتوارس الصفات وازاي عمعنا مربع بونت كبير وازاي دينا ننتج 16 فرض باختلاف الترز الجينية للامشاك بتاعة الابوين اللي كانوا هاجينين في زوجين من الجينات زي ما اخدنا كده مع بعض اليوم ربنا يوفقكم دايما ومشرفنا متابعتكم وتواصلكم معنا ونراكم دائما على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة